النقاط التي ضربت هي إن كان مبنى لذاعة أو مقر خفر السواحل هو مطل على البحر الأحمر وعادة عندما تريد التقدم على أي طرف عسكريا تضرب النقاط الحدودية أو المطلة على نقطة معينة مع حدودك أو مع الحدود المطلة على البحر هل ترى بأن هناك نوع من الرسالة لجماعة الحوثي بأن ممكن للأمر أن يتطور بشكل أكبر مع جعل هذه المنطقة تحت النار المنطقة المطلة على البحر الأحمر أقصد هنا أنزال أو تقدم مفاجئ الهجوم بالضبط على مبنى الإذاعة كانت رسالة أنه ليس فقط هذه الأهداف العسكرية للحوثيين التي سيتم استهدافها ولكن كذلك بعض الأهداف الأخرى ذات العلاقة بالإذاعة بالدعاية بالسياسة باتخاذ القرار هذه رسالة كبيرة بالهجوم على مبنى الإذاعة هي نعم ربما فنيا ضربة عسكرية ولكنه ليس ما نعتبره هدف عسكري ولكنها رسالة إلى الحوثيين أن الأمور ستصبح أسوأ بنسبة لكم أنتم تهجمون على سفن في البحر الأحمر ولكن واضعكم سيصبح أسوأ بكثير